أهلا بكم جهود كبيرة تبذلها الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي لما تتميز به من موقع فريد يؤهلها وبقوة لأن تحتل المكانة اللائقة على خريطة السياحة العالمية وذلك وفقا لخطة مصر العمرانية الفين واثنين وخمسين وتشمل الرؤية العمرانية إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع التي تستطيع كل واحدة منها استقطاب ملايين من السكان منها مدينة العالمين التي بدأت الدولة بالفعل خطوات تنميتها وكذلك مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب بالإضافة إلى المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم ويعد مشروع تطوير رأس الحكمة أضخم المشاريع العقارية في تاريخ مصر الحديث وتقع مدينة رأس الحكمة على رأس الساحل الشمالي وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة بطروح التي تبعد عنها 85 كم ومن المستهدف أن تتحول مدينة رأس الحكمة كإحدى أهم الوجهات الأكثر سياحية حول العالم حيث من المقرر لها جذبوا ثمانية ملايين سائح سنويا من مختلف دول العالم ومن الناحية الاستثمارية يتضمن المشروع استثمارا أجنبيا مباشرا بإجمالي 35 مليار دولار تحصل منها الدولة على 35% من الأرباح المشروع يتضمن أيضا أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية وكذا منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة فضلا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة ومن الأهداف الاستراتيجية للمشروع تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 12% في العام وتوطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة بالإضافة إلى توفير 1.5 مليون فرصة عمل مع دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في النتج المحلي الإجمالي من أقل من 5% حاليا إلى 7% فضلا عن تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز علاقات التبادل بين المنطقة وباقي الأقاليم المحيطة يعتبر المشروع ترجمة حقيقية لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة حيث لا يمثل المشروع بيعا للأصول وإنما يعد شراكة تحصل بمقتضاها الدولة على نسبة من الأرباح طوال مدة المشروع وهذه من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة فرأس الحكمة إذن هي مثال عملي لما سيتم تنفيذه من مخطط تنمية الساحل الشمالي ككل والذي يمتد من العالمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كم ليجعل مسطحا يصل إلى نحو 160 ألف كم مربع تقريبا إذ يهدف مخطط التنمية إلى إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم هكذا يأتي مشروع رأس الحكمة تتويجا لجهود الإدارة المصرية خلال السنوات الثماني الماضية لتحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية في كل الأصعدة وخصوصا الاستثمار العقاري ترجمة نانسي قنقر